بحضور أخنوش برلمانية تسجل عدم وفاء الحكومة بمنح ألف درهم شهريا للمسنين قالت النائبة نادية هامي عن فريق التقدم والاشراكية في الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفاهية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة عازيز أخنوش إنه حينما جاءت حكومتكم أعلنت أنها حكومة سياسية وأنها بديل تحديثي وانتظر الجميع على هذا الأساس إجراء إصلاحات قوية واتخاذ قرارات ملموسة في المجال الديمقراطي لاستعادة الثقة وفيما يتصل بتوسيع فضاء الحريات والنهوض بالمساواة وأشرت التهامي إلى أن الحكومة وعدت دون وفاء بتفعيل مدخول القرامة للمسنين والمسينات وقدره ألف درهم شهريا كما وعدتم دون أن نرى أي مؤشرات للتنفيذ بتوسيع دور الحضانة ورعاية الأطفال وتحفيز نقل المستخدمات وبإقرار سلم يراعي خصوصية عمل النساء فيما يتعلق باحتساب نقاط التقاعد ولفت إلى أنه ليس في صالح بلادنا هذا الدخول في مرحلة الركود في ظل إصلاحات طموحة لكن فقط على الورق دون أن تنفذ بالشكل الكامل وفي ظل مقتضايات تتجاوزها التحولات المجتمعية وأمام مخططات ومبادرات براقة لكن من دون ميزانيات ووسائل كافية